قالتها هذه الطفلة منذ سنوات كفوا عن قصف حلب لكن لم يستجب أحد فهي العاصمة الاقتصادية لسوريا التي كانت متحفاً مفتوحاً يعود بزواره إلى عصور مضت أصبحت حطاماً لا يحمل إلا صورة الأسد في دلالة على سيطرته عليها وإن كانت ركاماً ثلاث سنوات مرت على هذا المشهد الذي يعتبره النظام السوري وروسيا وإيران انتصاراً لكن للمشهد زاوية أخرى معارض الأسد يرون فيه عجزاً عن تأمين النصر الكامل عبر توفير الأمن فلا يزال نصف المدينة مدمراً والكثير من سكانها مهجرين أما من ارتضى العيش في بقايا منزل فهو معرض لهجمات عشوائية من جبهات القتال المفتوحة بين النظام وفصائل مسلحة في إدلب وحمى جهود إعادة إعمار حلب محدودة وتطوعية ورغم عودة بعض مشاهد الحياة تدريجياً إلا أن إمكانية عودتها إلى ما كانت عليه مشكوك فيها خاصة وأن الأحياء الشرقية مدمرة لكن لا نستطيع أن نقول أن هذه المدينة سوف تعود ببساطة إلى وضعها الطبيعي هي بحاجة إلى جهود كبيرة وفي الأساس بحاجة إلى إعادة الأمن والأمان لها وفتح مطار حلب الدولي وبغض النظر عما إذا كانت انتصاراً للأسد أو انكساراً للمدينة إلا أن شيئاً فقد من أزقة حلب القديمة ربما روحها حنين موصلي العربية